المورد السابع كما مر علينا فإن حملات المغول على المسلمين وبلاد الإسلام لم تتوقف منذ عشرات السنين قبل سقوط بغداد وقد أبادوا شعوبا إسلامية كاملة وانتهكوا كل الحرمات والمقدسات وأزالوا مدنا من الوجود فصارت أثرا بعد عين ففي مواجهة ذلك الخطر الهائل المدمر وقف خليفة المسلمين وولي أمرهم وإمام التيمية المقدس الخليفة العباسي وقف المواقف التي لا تنسى ولا يمكن أن تنسى لا في الدنيا ولا في الآخرة فكل التحايا للإمام التيمي ابن كثير وكل التيمية على مواقف إمامهم وولي أمرهم المجاهد الشهيد البطل معز المسلمين وحام أعراضهم وأرواحهم وأموالهم الخليفة المستقر في بغداد فلنطلع عما قاله ابن كثير عن خليفته وإمامه وقائده وقدوته في البداية والنهاية الجزء الثالث عشر ابن كثير ثم دخلت سنة ستة وخمسين وستمائة سنة ستمائة وستة وخمسين هجري فيها أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة وانقذت دولة بني العباس منها وأحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية هنا المصاب هذه المعضلة هنا الكارثة هنا تهدمت أركان الإسلام يقول وحاطت التتار بدار الخلافة يرشقونها بالنبال من كل جانب حتى أصيبت جارية لا حوله لا قوة إلا بالله أصيبت جارية التفتوا إلى هذا الأمر العظيم الخطير أصيبت جارية ألها من جارية تهدمت أركان الهدى بإصابة هذه الجارية تهدمت أركان الإسلام بإصابة هذه الجارية يقول ابن كثير حتى أصيبت جارية كانت ماذا تفعل تتعبد تصلي صلاة الليل تصل الفقراء تقضي حواج الناس كانت تلعب بين يدي الخليفة وتضحكه وكانت من جملة حضاياه هذه الكارثة العظيمة الكفرة التي وقعت على المسلمين وهدمت أركان الإسلام بأي شيء أصيبت أصيبت بنبل بنبلة بسهم لاحظ إلى أي مستوى وإلى أي مسافة التتار تحيط بقصر الخليفة وهو يلاعب الجواري وتلاعبه الجواري وتضحكه الجواري هذا هو خليفة المسلمين هذا هو إمام التيمية بهذا المستوى وبهذا الانحطاط وبهذه السفاهة ويرمي هذا الفشل وهذه الكارثة وهذه الفتن يرميها التيمية والمنهج التيمي على ابن العلقمي هذا هو الخليفة هذا هو الإمام المصيبة الأدهى ستأتي يقول وكانت مولدة أي التي تولد النساء أو مولدة أي مولودة بينهم أو محدثة وناشئة وشابة أو ليس لها مثيل أو لها مواصفات جميلة أو مواصفات مرغوب بها أو ما يرجع إلى هذا المعنى إذن وكانت مولدة أو مولدة تسمى عرفة وكانت مولدة وكانت مولدة تسمى عرفة جاءها سهم لا قوة إلا بالله هنا أيضا تهدمت أركان الهدى تهدمت أركان الإسلام كانت هذه تسمى عرفة جاءها سهم من بعض الشبابيك فقتلها جريمة عظيمة هذه جريمة عظيمة فعلا جريمة عظيمة كما يحصل الآن كما يحصل الآن من جرائم يقول فقتلها هنا الكارثة ماذا كانت تفعل وهي ترقص بين يدي الخليفة وهي ترقص بين يدي الخليفة فانزعج الخليفة من ذلك هنا انزعج الخليفة كل بلاد الإسلام ذهبت وانكسر جيش الخليفة في شمال وغرب بغداد وشرق بغداد وأحاطت جيوش التتار بقصر الخلافة ولم ينزعج الخليفة لكنه انزعج لإصابة الراقصة بسهم فقتلت على أثر هذا فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا أقول مثل ما يحصل الآن ماذا أقصد الآن لو سبية المساجد والجوامع والحسينيات والتكيات ومراكز العبادة ومواقع العبادة ومواضع العبادة في كل مكان جريمة من داعش من التكفير وأئمة المارقة ما هو رد الفعل هنا لو مات المئات في هذه الحادثة تصوروا ردد الفعل هنا من الإعلام من السياسة وأهل السياسة من الرموز وغير الرموز في مقابل هذا لو حصلت نفس الجريمة من نفس التكفريين من نفس الإرهابيين على راقصة أو على مطرب أو على فنان أو على مثلي ماذا ستكون ردود الفعل؟ تكون أضعاف 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 ما حصل على الجريمة الأولى على المساجد بالرغم من الفارق في أعداد القتلى والفارق هي الجانب الأخلاقي بين المكاينين والجهتين والأشخاص المستهدفة في الجريمتين لاحقوا هنا الإسلام انتهى بلاد الإسلام انتهت أعراض المسلمين انتهكت المسلمون وقعوا بين قتيل وبين من ترك الدين وبين من وقع أسيرا بأيدي الغازين لم ينزعج الخليفة يقول فانزعج الخليفة من أي شيء من إصابة ذاك السهم لتلك الراقصة يقول فانزعج الخليفة من ذلك وفزع فزعا شديدا وأحضر السهم الذي أصابها بين يديه فإذا عليه مكتوب إذا أراد الله انفاذ قضائه وقدره أذهب من ذو العقول عقولهم